اشتركوا في القناة خرج التقارير صحفية عقب الهزيمة المذلة لريال مدري تمام بارشلونة بنتجة خمسة اهدف مقابل هدف لتشير الى اقتراب جوليلو بوتيكي مدرب الملكي من الرحيل عن الفريق وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية ان فلورنتينو بيرز رئيس ريال مدريد سيجتمع في وقت لاحق بمجلس الادارة من اجل اطفاء الطابع الرسمي على قرار اقالة لو بوتيكي والتوقيع مع انطونيو كونتي مدرب تشيرلس السابق واضافت الصحيفة ان الفريق الابيض ينوي اعطاه سانتياغو سولاري مدرب الكاستيا مهمة قيادة الفريق الفنية في مباراة الاربعاء المقبل امام ميليليا بكاسي ملك اسبانيا واشارت الان كونتي من المحتمل ان يبدأ قيادته للفريق بداية من السبت المقبل خلال مباراة بلد الوليد بالجولة الحادية عشر من الدوري الاسباني كشفت اذاعة انداثيرو الاسبانية ان نادي ريال مدريد عازم على اقالة مدربه جوليل لو بوتيكي المدير الفني للفريق بعد الخسارة القاسية امام برشلونة في كلاسيكو الارض وافز نادي الكتالوني على النادي الملكي بخمسة اهدف لهدف في ملعب الكامبنو وكان التقارير قد كشفت عقب المباراة ان الايطالي انطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي تشيرلس الانجليزي هو الاقرب لقيادة الملكي وبحسب الاضع فان اللو بوتيكي هو من سيقود ميران الفريق الاخير وستعلن ادارة النادي اقالته بعد الاجتماع العاجل الذي حدده فلورنتينو بيريز رئيس النادي وقالت الاضعات انه في حال لم يتوصل النادي الى اتفاق مع كونتي سوف يتحرك لجلب الاسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا كشفت صحيفة توماركا ان المدرب الاسباني جوليلو بوتيكي المدير الفني لنادي ريال مدريد قد قام بتوديع لعبي فريقه عقب الهزيمة من برشلونة في الليجة وافز النادي الكتالوني على النادي الملكي بخمسة اهدف لهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامبنو ضمن لقاءة الجولة العشرة من الدورية الاسبانية وقالت الصحيفة ان اللوبوتيكي بات يعرف ان الساعات المتبقية له داخل ريال مدريد باتت معدودة حيث ستكلفه الخسارة الثقيلة امام برشلونة منصبه واشارت الصحيفة الان اللوبوتيكي قام بتوديع اللاعبين وعرب لهم عن امتنانه لتدريب الفريق خلال الاربعة اشهر والنصف الماضية وتقترب ادارة النادي الملكي من اقالة المدرب لووتيكي المدير الفني للوس بلانكوس ويعد الايطالي انطونيو كونتي ابرز المرشحين لخلافته دفع الفارو اربيلو اللاعب ريال مدريد السابق وسفير النادي الملكي عن لعب فريقه بعد الخسارة القاسية امام برشلونة في الليجة وفاز نتل كتالوني على النادي الملكي بخمسة اهدف لهدف وكتب اربيلو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر هؤلاء اللاعبون دائما ما يظهرون لفترات طويلة واضاف لقد قاموا بذلك عدة مرات عندما افترض انه منتهو يقصد الفوز بلقب دوري الابطال اتمنى ان يكون لديهم المزيد من الوقت والان دائما هلا مدريد اعرب اللاعب الدولي تشيلي ارتورو فيدال لعب وسط فريق برشلونة عن سعادته بالفوز على ريال مدريد في الليجة وكان فيدال قد سجل هدفا في فوز ند الكتالوني على الند الملكي بخمسة اهداف لهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامبنو ضمن لقاءة الجولة العشرة من الدوري الاسباني وكتب فيدال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي امسية جميلة في المنزل نحن جميعا معا حتى النهاية حققنا انتصارا جيد للفريق مستخدما رموزا ووجوها تعبيرية ساخرة من ريال مدريد ونتيجة المباراة ولد فيدال صراع من نوع خاص مع الغريم الملكي لا يتعلق بكونه لعبا حاليا للبلوغرانا لكن يعود الامر الى الفترة التي لعب فيها ليوفنتوس ولبايرن ميونخ شدد البرازلين مار نجم باريس سان جرمان على ضرورة معاقبة جماهير مارسيليا التي قذفته بالحجارة وزجاجات المياه خلال مباراة الفريقين والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بهدفين دون رد في اطار الدوري الفرنسي وقال ليمار في تصريحات ابرزتها صحيفة لباريزيان نحن سعداء جدا بهذا الفوز فريقنا يواصل التألق لا نريد التوقف هنا نسعى لتوسيع سجل انتصاراتنا وعما حدث خلال تنفيذه لركلة الحرة اوضح كان امرا صعبا انه قلة احترام وليس لي فقط لكن ايضا للعبي مارسيليا ولكرة القدم يجب تحرك ربيطة دوري الفرنسي واضف في كل مرة الناتي الى هنا الجماهير تقذفون ببعض الاشياء انه امر خضير وقد يعرض لعبين للاذهة يجب على القادة والمسؤولين ان يتصرفوا دعم جوليل دراكسلر نجمي باريس سان جرمان قرار توماس تخيل المدير الفني للفريق بعقاب ثنائي الفريق كيليان بابيو وادريان رابيو خلال مواجهة مارسيليا بالدورية الفرنسية وقرار تخيل اجلاس كيليان بابيو وادريان رابيو على مقاعد البودلاء واكد انه كان قرارا تأدبيا لثنائي وقال دراكسلر في تصريحات ابرزتها صحيفة لباريزيان الفرنسية عن عقاب مبابيو وارابيو قال انه امر بين المدرب واللعبين ونمتلك العديد من الجودة في الفريق واظهرنا امام مارسيليا ان النادي والفريق اكثر اهمية من اللاعب واضاف لم يكن الامر سهلا بالنسبة لمبابي انه ظاهر ولقد غير المباراة فور نزوله لديه صفات غير عادية ونحتاج كيليان حتى نهاية الموسم هذا امر واضح اعترف الفرنسي بول بوكبا نجمي مانشستر يونيتد بوقوف الحظ بجانبه خلال موجهة ايفرتون والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف في اطار الدورية الانجليزي الممتاز وسجل بوكبا الهدف الاول لليونيتد بعدما نفذ ركلة جزاء وتصدى لها الحارس بيكفورد قبل ان ترتد الكرة الى اللعب الفرنسي مرة اخرى ليضعها داخل الشباك وقال بوكبا في تصريحات ابرزتها صحيفة الدلمال كنت محظوظا احاول دائما ان ازعج حراس المرمى واضاف ربما هم يعرفون كيف انفذ ركلة الجزاء يجب علي ان اغير من طريقة في تزديد ضربة الجزاء اما جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونيتد علق على الامر بقوله حراس المرمى يعرفون طريقة ركض بوكبا هم لا يتحركون وينتظرون قراره يجب على بوكبا التعلم من ذلك لكن بالنسبة لي الامر الاكثر اهمية هو انه يريد تزديد ركلة الجزاء دائما نعلى اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجمي منتخب مصر والمحترف في صفوف الفيربول الانجليزي مالك نادي ليستر سيتي بعد الاعلان عن وفاته وكان نادي الثعالب قد اعلن عن وفات التايلندي في تشايس ريفان داباربا مالك النادي بعد كارثة المروحية التي وقعت وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم حزين حقا لكرة القدم افكار وصلوات مع العائلة والاصدقاء ولأولئك الذين توفوا بشكل مأساوي ويملك رجل الاعمال التايلاندي ثروة تقدر بنحو ثلاث مليارات يورو وصنفته مجلة فوربس من بين اغنى سبعة اشخاص في تايلاند وتحت رئاسته نجح ليستر في الصعود الى الدوري الممتاز وحقق لقب البريمير ليك للمرة الاولى في موسم الفين وخمسة عشر الفين وستة عشر فيما اعتبر حينها حدثا غير مسبوق عزيزي متابع قناة عرب جول برأيك هل سيستطيع كونتي تصحيح الامور بعد كارثة الكامبنو بعد لوبو تيجي شاركنا برأيك اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر